السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا بكم معي فيديو جديد من وي. فيديو من عرض ان شاء الله هشرح فيه معكم فكرة جديدة لطريقة عمل شنطة جميلة جدا وبسيطة وميازة في نفس الوقت. واتمنى يا رب ان هي تنول اعجبكم. ما تنسوش ازا اعجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسابسكرايب. نقول خيوط اللي نستخدمها اي نوع خاص بالشنط نقدر نستخدمه. تقدر تعمليها بخيط صوف. تقدر تعمليها بخيط الايطان. تقدر تعمليها بخيط السلسلة. ممكن نعملها بخيط الكليم. ممكن نعملها بخيط المكرمية. يعني نقدر نعملها باكتر منها خيط لان هي فكرتها سهل جدا وبسيطة. انا هتطبق معكم بس بخيط صوف مطاوسة سمك مع عبر رقم تلاتة ونص مليميتر. ككرة شنطتنا النهاردة هي عبارة عن بسم الله الرحمن الرحيم. مجرد اتنين من الشكل السوداسي زي ما احنا شايفين بغرزة العمود بلفة. قطعتين زي ما احنا شايفين. وآآ بنعمل شريط زي دوت كده مجرد آآ شريط بس بنشتغل مجموعة من السلسلة. انا اشتغلت هنا اتناشر آآ سلسلة واشتغلت عليها اتناشر عمود بلفة وضلت رايح جاي رايح جاي رايح جاي. لغاية طبع ما وصلت للمقاس اللي انا محتاجة ان انا الف وايه حوالين الشكل السوداسي طبعا ليه الشنطة. وهنشغل كل حاجة دلوقتي مع بعض. طيب الجزء دوت من الشنطة نقدر نشغله باي غرزة. سواء غرزة الحشو او غرزة النصف عمود او غرزة العمود بلفة. يعني تقدر يتبدلي في الغرز زي ما انت حابة. لان التلاتة هيبدونا نفس النتيجة ونفس الشكل لكن ما اختلف طبعا ايه? طريقة شغل الشنطة. اللي هي الغرزة نفسها. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البداية طبعا ببتدي اشتغل دائرة سحرية. واكون الشكل السوداسي بسم الله الرحمن الرحيم. بجيب الخيط واسيب منه مسافة. بلف الخيط على اتنين من الاصابع. وارجع للخلف واجي تاني للامام. الخيط ما بيكونش جنبه بعضه لقى بييجي عكس بعضه بالشكل ده. وارجع تاني للخلف ولفي ايدي الناحية التانية. بيتكون عندي حلقتين. هدخل دحت الحلقة الاولى ويكون فوق الحلقة التانية اسحبها من تحت. اخرج الخيط من العلقة دا واحدة واحدة. واتأكد ان طرفينو الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية. طرف الخيط الغير متصل بالشلة. وطرف الخيط المتصل بالشلة. ابتدي ارفع آآ طرف الخيط المتصل بيه البكرة بالشكل ده على ادية وبتدي اشتغل. علشان ابتدي اشتغل داخل الدائرة السحرية لازم اقفلها الاول. بنقفلها ازاي? بلف الخيط واخر من الحلقة اللي عندها الابرة. بالشكل ده بيكون ارتفعة السلسلة. السلسلة دي بتقوم معانا بدورين. الدور الاول هي خلاص قفت لالدائرة الصحرية وضى الدور الاول لها. الدور التانى هي بتكون جزء من ارتفاع الغرزة الاولى او هي ارتفاع الغرزة الاولى له انا بشتغل غرزة حشو. لكن النهاردة بنشتغل بغرزة العمود بلفة ازا ارتفاع العمود بلفة بيكون تلت سلاسل. ارتفعنا منهم سلسلة اللي قفلنا بيها هكمل عليهم كمان اتنين يبقوا تلاتة. كده اتنين. تلاتة. هاعتبر التلات سلاسل دول اول غرزة عمود بلفة موجودة عندي وداخل نفس الفراغ هدخل واشتغل كمان عمود بلفة. بسرعة كده نرجع العمود بلفة بيكون عندي على ابرة حلقة بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة من اسمه جاي المسمة. بقى معي على ابرة حلقتين بدخل داخل الدائرة. الف الخيط اسحب واخرج عندي على ابرة تلت حلقتين. اتبقوا اتنين. بلف الخيط وبخرج منهم. كده كونت اول مجموعة طبعا احنا بنتكلم عن شكل سوداسي. شكل سوداسي يعني ايه? يعني بيكون عندي ست مجموعات. عندي ست جوانب. يعني ست مجموعات. كل مجموعة منهم كان هتكون موجودة معنا النهاردة. هتكون مكونة من اتنين عمود بلفة في البداية. كده كونت اول مجموعة اول اتنين عمود بلفة موجودين عندي. هياخد بعد منهم سلسلتين مسافة. واحد اتنين. هرجع تاني اكون اتنين عمود بلفه ودي المجموعة رقم اتنين. واحد اتنين. بعد كل مجموعة باخد سلسلتين. واحد اتنين. طيب. آآ الدائرة واسعة ما مش عارفة اشتغل. اشد خيط البداية شوية. وده المكان ده المركز الدائرة لغاية ما انا عاوزة. تالت مجموعة مكونة من اتنين عمود. واحد. اتنين. سلسلتين. واحد اتنين. رابع مجموعة. واحد اتنين. سلسلتين. واحد اتنين. ونعمل خامس مجموعة. واحد اتنين. سلسلتين واحد اتنين. سادس مجموعة والاخيرة عمود اتنين. بعد ما خلصت الست مجموعات بشد خيط البداية خالص. بقفل بقى ايه? سنتر او مركز الدائر. طيب احنا عكده عملنا زاوية اتنين تلاتة اربعة خمسة طيب الزاوية رقم ستة فين باخد ست سلسلتين بعد كل اتنين عمود او بعد كل مجموعة اعمدة. في تالت سلسلة ارتفاع. واحد اتنين تلاتة. بدخل وبحط معي كمان خيط البداية. على الابرة وبسحب الخيط من تحته من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلك. كده خلاص كونت اول سطر من الشكل السوداسي معي. طيب طريقتنا في الشكل السوداسي من او من تاني سطر الاخر سطر ايا كان حجم الشنطة اللي انت حابة تشتغليه هي هي هتكون واحدة. فوق الاعمدة بشتغل اعمدة وفوق الفراغ اللي في سلسلتين بشتغل زاوية جديدة مكونة من عمود سلسلتين عمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة وهعتبر ان انا ارتفعت عمود فوق العمود الاول تحت. هروح فوق العمود التاني. واشتغل عمود بلفة زي. يعني فوق كل عمود بشتغل عمود بلفة ايه واحد. العمود فوق ايه عمود زيه بالزبط. طيب كده اشتغلنا فوق العمودين عمودين زيهم هروح بقى للزاوية اللي فيها سلسلتين هشتغل عمود. واحد اتنين سلسلة. كمان مرة في نفس الفراغ. عمود. هيكون العدد معي في كل مجموعة اربعة. لاني طبعا في كل زاوية بشتغل عمود سلسلتين عمود عمود منهم بيجي الجهة اليمين للمجموعة العليمين وعمود منهم بيجي للمجموعة العليسر. طيب المجموعة الاولى دينا لسه طبعا مش هتكمل معي دلوقتي لاني هتكمل معنا في نهاية السطر. فوق العمودين بشتغل عمودين. فوق السلسلتين بشتغل عمود. سلسلتين واحد اتنين. كمان تمرة في نفس الفراغ عمود. المجموعة الاولى طبعا لسه ما اكتملتش فمش هتبيل لنا الفكرة. لكن المجموعة التانية اكتملت وبقت كام دلوقتي كام عمود هنبتدي نعدي من عند العمود اللي في الزاوية هنا على اليسار. يعني باخد من الزاوية دي عمود. وباخد من الزاوية دي عمود. والمجموعة دي بردك هتاخد من الزاوية دي عمود. ومن الزاوية دي عمود. يعني كل مجموعة عندي بتزيد كام عمود بتزيد اتنين عمود بلافة. واحد على يمين واحد على اليسار. تحت كم معنا اتنين. فوق بقى معنا كام اربعة. الاتنين اللي فوق الاتنين هم وهمة. والاتنين اللي بتلعوا معي زيادة دلوقتي. بكمل بقى بنفس الطريقة فوق كل عمود عمود زيه. وفوق الزاوية اللي فيها سلسلتين بشتغل عمود سلسلتين عمود لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بكمل بنفس الطريقة وارجع لكم ابتدي سطر جديد مع بعض. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر بعد ما خلصت اخر مجموعة المجموعة من اتنين عمود اشتغلت الزاوية عمود سلسلتين وهكمل طبعا العمود رقم اتنين داخل الزاوية. طيب كده خلاص انا ما عنديش حاجة تانية اشتغل فيها بروح لتالت سلسلة ارتفاع وبقفل بغرزة منزل. كده بقى معي المجموعة رقم واحد اللي هي كان فيها تلاتة عمود كمل العمود رقم اربعة فيها يبقى المجموعة عندي هنا اكتملت. ودايما بداية الشغل عندي هتكون اكتمال المجموعة الاولى دايما في نهاية السطر ايه اللي انا بشتغله جديد. ارتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وفي نفس المكان كل مرة بارتفع تلاتة سلسلة وبعتبر التلات السلاسل دول عمود فوق العمود الاول اللي هو دايما مكان التلات سلاسة. وفي كل عمود هشتغل عمود زيه. فوق كل عمود عمود واحد بس. لغاية ما بوصل للسلسلتين بشتغل فيها عمود سلسلتين عمود. بحيس ان السلسلتين بيدوني زاوية جديدة فوق. اقدر اشتغل فيها. وفي نفس الوقت العمود دوت بيجي للمجموعة هنا والعمود اللي جاي هيكون المجموعة اللي على اليسار. واحد اتنين سلسلة. كمان مرة عمود بلف. اصبح انا هاخد العمود ده للمجموعة دي وهتكمل طبعا في نهاية السطر. ولو ناخد بالنا. طيب المجموعة دي عندي هنا فيه العمود الاول دوت انا لسه مشتغلتش عليه. ازا لما هاجي هنا في نهاية السطر هشتغل الزاوية فيها عمود سلسلتين عمود وهلاقي العمود ده لسه ناقص عندي هشتغله وبعد كده قفل بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع. فوق كل عمود عمود. لغاية ما بوصل لاي سلسلتين. وفوق السلسلتين بشتغل عمود سلسلتين عمود. واحد اهو عمود. واحد اتنين. كمان مرة في نفس الفراغ عمود. تعالوا بقى انا عد عدد الاعمدة الموجودة عندي في المجموعة آآ تاني. اول سطر كانت المجموعة الواحدة مكونة من عمودين. تاني سطر زاد عمود على يمين. وعمود على اليسار اربعة واربعة. تالت سطر الاربعة هيزيد عليهم عمود على يمين. وعمود على اليسار من كل زاوية. من الزاويتين طبعا المجورين لها. هيكون عندنا ستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وهكزا بكمل لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. وبفضل ارتفع من نفس يعني في نهاية السطر بقى بعمل الزاوية هنا عمود سلسلتين عمود والعمود ده باشتغله. في النهاية الاقي نفسي في تالت سلسلة ارتفاع. بقفل بغرزة منزلقة. وابتدي في نفس المكان اللي انا وقف فيه ارتفع تلات سلاسل. واشتغل فوق كل عمود عمود وفوق السلسلتين بيكون عمود سلسلتين عمود لغاية ما بخلص خالص الشكل السداسي. وبوصل لعدد السطور اللي انا محتاجاها. هنا طبعا انا اشتغلت وعدد السطور ده رجعلكم يا بنات تشتغلي اه اقل تشتغلي اكتر زي ما انت حابة تقدري تعملي من نفس الموديل اللي بنشرحه مع بعض النهاردة. شنط التوزيعات اه للعيد للسبوع. وتحط فيها العادية او تحط فيها بمبون للسبوع او في المناسبات للاعياد الملاد. بتكون جميلة جدا ومميزة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت ما فيش فيها اي تعب. كده زي ما احنا شايفين بيكون عندي هنا ده الظهر. بحط عليه وش الوحدة. والاتنين بيكونوا حجم واحد. طيب المفروض بقى ان انا بعد كده بيجي. بحدد مكان مسلا انا هابتدي اه اشبك فيه الجزء اللي هو المستطيل اللي احنا شغلينه ده. بيكون حوالين الشنطة. طيب المكان ده بيكون فين? يعني تقريبا انا باخد آآ نص المكان اللي هو يعني انا عندي هنا الجزء اللي فوق ده بسيبه. هنا هياخد نص المكان او تلتينه. لتحت هشبك فيه. والتلت الباقي او الربع الباقي فوق هنا بسيبه ما بشبكش فيه لانه بيكون من مكان فتحة الشنطة. وهكزا برضك نفس النظام. فانا هنعد هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. ومن بعد التمانية هبتدي ايه? اه احط ماركر وابتدي اشبك. هناك برضك بحدد نفس التمانية هم وهم وبتدي بعد كده حط الماركر. وعالاساس ده ببتدي بقى اجيب الدربيس اللي عندي في البداية عشان خطر ايه المكان يكون مظبوط. وابتدي اشبك. طيب الجزئية دي بقى بنعملها ازاي يا بنات? بجيب الخيط بسيب منه مسافة ولسو الخيط حالة على الهواء. زي ما قلت لكم. نقدر نشتغلها بتلات انواع من الغرز. اه ازا كنتي حابة تشتغليها بغرزة الحشو ماشي اوكي ما فيش مشكلة وبالعكس هتكون حلوة كمان جدا لاني بتكون الفتاحات بتاعتها دايقة وما تسمحش بخروج او دخول اي حاجة ايه اه من واي للشنطة. تاني غرزة عندنا هي غرزة النصف عمود وبردك تسمح تسمح لنا نشتغل بيها لان هي تدينا نفس النتيجة ونفس الشكل. غرزة العمود بلفة برضك زي ما انا شغلاها النهاردة. وفيه حاجة عاوز اقول لكم عليه. الشنطة اما ان ان انت تدعميها بالبطانة بس والتعملي آآ بيجيبي قماشي البطانة. وتقصيها على اساس شكل الشكل السوداسي دوت. والترفيه كويس جدا. وبعد كده بتخيطيه داخل الشكل السوداسي مرة من هنا ومرة من هنا. وبردك القطعة دي بتعملي عليها البطانة برضك. او ان ان انت بتدعميها بالبلاستيك بتاع القنضاء اللي هو البلاستيك بتاع الشنط. يعني احنا ممكن نجيب بلاستيك الشنط ونقصه على اساس الشكل الشنطة بالزبط. وآآ نخيطه الاول وبعد كده نبتدي نقفل الشنطة بتاعتنا ونركب البطانة. آآ او طبعا ان انت آآ مش هقول كارتون لان الكارتون مع غسيل واستخدام الشنطة ممكن مش هيكون لطيف. ممكن تجيبي اوراق الفوم. اللي هي طبعا بنعمل منها اشكال او آآ العاب للاطفال. وتستخدميها برضك فيه طبطين الشنطة بتاعتنا. مش هطول عليكم بس حبيت اقول لكم بعض الاقتراحات تتخلي الشنطة واقفة معنا وشكلها حلو. هدخل داخل الحلقة دي الف الخيط واخره. طرف الخيط بشده بقى في الوقت البداية. بارتفع بقى بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة. خمسة ستة سبعة تمانية. تسعة عشرة احتاشر اتناشر. انا اشتغلت اتناشر على عرض اللي انا محتاجه لو حابين اعرض هتعملي لو حب يعني ادي اه هتعملي زي ما انت حاب عدد الغرز. لو هشتغل غرزة حشو بارتفع سلسلة. وبسيب سلسلة وبروح للسلاسل اللي بعدها بدخل اسحب الخيط واخرج. الف الخيط واخرج من الحلقتين اللي عندي على الابرة. وبشتغل لغاية ما بوصل ايه للاخر السطر بغرزة الحشو. طيب لو انا بشتغل غرزة نصف عمود هشتغل سلسلتين واشتغل على كل غرزة غرزة نصف عمود. لو بشتغل عمود بلفة زي ما احنا عملنا بارتفع بقى واحد اتنين تلاتة. وعلى فكرة انا رجعت السلسلة اللي انا ارتفعتها للحشو. وهلف الخيط على الابرة. طيب اول تلت سلسل فوق السلسلة اللي هي طبعا بعديهم يعني اعد واحد اتنين تلاتة اربعة مش هشتغل فيهم اروح لرقم خمسة في الحلقة الخلفية. اسحب الخيط واخرج معي على الابرة تلت حلقات. بلف الخيط واخرج من حلقتين. ده واتنين بلف خيط واخرج من. ابتدي عد واحد اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تامنية تسعة عشرة احداشر اتناشر. طيب كده وصلت لنهاية السطر ده واتا كامل السطر الجديد ازاي من نفس المكان اللي انا قفى فيه بارتفع واحد اتنين تلاتة او ايا كانت الغرزة اللي بشتغلها بارتفع ارتفاع الخاص بها. التلات سلاسل دول فوق اول فراغ عندي هنا اهو. فمش اشتغل فيه تاني. هلفو الخيط بقى على الابرة وروح لتاني فراغ وبتدي اشتغل. كده ده تاني عمود لان التلات سلاسل اول عمود عندي. تلاتة. اربعة خمسة ستة سبعة تانية تسعة عشرة احداشر وفي بعض البنات لو ما بتهدش هتبص تلاقي كده ان هي حسد خلاص ان السطر خلص معاها لا يا بنات. السطر يخلص معايا في تالت سلسلة ارتفاع من هنا. يعني اعد واحد يبصه. طبعا سلسلة رقم اربعة دي ده اللي انا اشتغلت من عندها اعد من بعدها بقى واحد اتنين رقم تلاتة اهي. بدخل فيها بخلي الضلعين بتوعها عندي على الابرة. واشتغل غرزة العمود ايه? بلفة الخاص آآ بالغرزة دي او الاخير عندي. زي ما احنا شايفين وبنفس الطريقة تانية برتفع واحد اتنين تلاتة. وبالف الشغل وببتدي اشتغل على كل الغرز زي ما احنا اتفقنا مع بعض. رايح جاي رايح جاي رايح جاي. لغاية ما بوصل للمقاس او الحجم اللي انا محتاجاه للشنطة بتاعتي. طبعا بنجيب ده ببيس عشان نبتدي طبعا ان نحدد المكان اللي انا هشتغل فيه. احنا اتفقنا ان احنا من عند الزاوية هنا. عد واحد ستة سبعة تمانية. وبعد التمانية هبتدي ايه? اشبك. بالشكل ده. اول حاجة طبعا بتبتدي تعمليها ان انت بتشبكي الدغريس. عشان خاطر المكان معاكي ما يطلق بطش. بنخيط بالخيط والابرة بنخيط بنشبك بغرزة المنزلقة بنشبك بغرزة الحشو. ليها اكتر من طريقة زي ما انتم حابين. الطريقة اللي بتستسهليها هنشبك بيها. انا بفضل اشبك بغرزة الحشو بتدعم الشنطة معي. وتخليها ايه? متماسكة. باردك من هنا ببتدي اعد. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. يعني انا فعلا المكان عندي اهو لغاية المكان ده. هبتبس ايه ما بتبوس هنا. اول ما كان عندنا اهو عندي ايه بداية السطر. طيب. بالشكل ده خلاص بصوا بقى بتكون شنطتي. بس طبعا بعد الخياطة بتكون واقفة بالشكل ده اهو. شايفين يا بنات? وبنركب الايدين بتاعتنا هنا وهنا. وبنركب البطان. طيب طريقة التشبيك احنا قلنا مع بعض. اما بالخطوة الابرة بتجمعي بقى الاجزاء دي على بعضها من الداخل او من الخارج. او ان احنا بنشبك بشيل بقى الماركر. عفوا بشيل الدبوس او العلامة اللي انا حطاها. وببتدي اشتعل. طيب. انا عندي هنا اهو. اول غرزة عندي ايه? بدخل فيها. ايه. هقفل وقت البداية واسحب الخيط بالشكل ده من تحت الحلقتين اللي انا هشبك فيهم. وهحاول اخلي طبعا الخيط ده في الداخل. لو هشبك بغرزة الحشو. هرتفع سلسلة اوه. برضك لو مش هشبك بغرزة الحشو هرتفع سلسلة دي يا بنات. علشان بس اتريحني في الشوق. طيب. عندي هنا انا طبعا عندي هنا الاعمدة دي بالعرض. لكن عندي هنا فيه حرف فيه في حلقة امامية وحلقة خلفية. هاخد حلقة من هنا. مع الحلقة الامامية من هنا. والف الخيط واخرج. معي حلقتين على الابرة. الف الخيط واخرج مني. تاني الحلقة اللي بعدها مع الغرزة اللي بعدها من ورقة هي. بدخل والف الخيط واخدخل. واخرج. الف الخيط واخرج من حلقتين. وفي كل غرزة بتقابني باخدها مع الغرزة اللي وراها وبشغل عليهم غرزة حشو. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. لغاية ما بوصل للجهة المقابلة من الشنطة طبعا. وبقفل وبردك بخيط الجهة التانية بنفس الطريقة. لما باجي اخيط بقى بنات بصوا. خلص كده انا كده شبكة انا تعمدت ان انا اشبك بلون مختلف. عشان تشوفوا ايه اللي بيزهر معي من الشنطة. بيزهر معي الاطار البسيط دوت بيكون شكله حلو جدا ومميز. طيب البنات اللي ما بتحبش ان اللي يكون عندها التشبيك مرتفع بالشكل ده. طيب لاش نخليها بغرزة الحشو. يعني انا بديكم اكتر من اختيارات عشان تنفيز الموديل اللي احنا ايه? بنشرح فكرة النهاردة مع بعض. بدخل في الحلقة دي. وبدخل في الحلقة الامامية من الغرزة اللي وراها اسحب الخيط واخرغ من الحلقتين ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلك. هرجع تاني. اهو الغرزتين اللي بعديهم. بدخل في الحلقة دي هنا مرة. بس ندخل في الحلقة كويس عشان ما تتشدش معي. وفي الحلقة الامامية من الغرزة التانية او تحت الحرف الفي كامل لو حبت دعمية اكتر. وبتسحبي بايه من تحت الحلقتين ومن تحت الحلقة اللي عندك على الابرة. وهكز. بدخل من هنا ومن هنا. اسحب الخيط من تحتهم واخرج من تحت كل الفراغات الموجودة عندي. بالشكل ده. كده هتكون ما عنديش طبعا شكل بالس خالص وبيكون الشكل زي ما احنا شايفين ايه? ما فيهوش اي شيء من البروز. لما بتيجي تشبكي بتشبكي بنفس اللون طبعا اللي انت بتشغلي بيه الشنطة. فبتكون ايه آآ مش باينة حاجة خالص وزي ما احنا شايفين. في النهاية طبعا بعد ما بخلص تشبيك الوجه ده كله. بقلب على الوش التاني. وببتدي باردك بحط الدبابيز بتاعتي واشبكي الناحية التانية في نفس التجاه هو هو. زي ما احنا شايفين. عندي هنا اهو بالشكل ده. ببتدي باردك. بتشبكي بقى كده. ودي بتكون فكرة شنطتنا النهاردة. طبعا انا حبيت ان انا اقاريكم الفكرة بطريقة سهلة جدا بسيطة وطريقة التشبيك. والايدين بن 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 طبعا بنستخدم لها اي شكل ايدين من اللي احنا شرحناهم مع بعض على القناة. او طبعا اه اي ايد جلد او ايد حديد او السلاسل اللي طبعا بنشتريها من محلات خمات الخيوط. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة ومش هطول عليكم فكرتنا سهلة وبسيطة. انا مجرد بس ايه مش بعمل معكم الشنطة. لأ انا بشرح معكم فكرة عمل الشنطة والطريقة عملها الطريقة ايه? سهلة وبسيطة عشان ما نطولش على بعض. اتمنى فكرة الفيديو النهاردة تكون سهلة وبسيطة. وتنقل اعجابكم. ولو حبين ان احنا ننفذ الشنطة كلها بقى مع بعضها بتركيب البطانة. اكتبوا لي في الكومنتات وانا طبعا عيوني ليكم. وعلى راسي كل طلباتكم من فوق. اتمنى فكرة الفيديو النهاردة تنقل اعجابكم. ما تنسوش اذا اعجابكم فيديو تدعموني بلايك وشيل وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من ويه. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ومسالكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.